بسم الله والصلاة والسلام على أشهر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبعا بداية أقدم لكم نفسي أنا دكتور أبو لوفا سالم أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد ويسعدني أن أقوم بتدريس 102 فيز لطلاب العلوم الصحية هذا المقرر إن شاء الله بيخدم طلاب الطب البشري طلاب الصيدلة طلاب العلوم الطبية التدبيقية طلاب طب الأسنان وغيرهم من طلاب العلوم الطبية أولاً أريد أن أتحدثني أنا أسمى الدكتور أبو لوفا سالم أنا أتحدث في جميع الأمور في الدكتور في الدكتور في الدكتور في الدكتور في الدكتور إنه مجموعة أن أستطيع أن تساعدك في تدريسة 102 فيز لطلاب العلوم الصحية سأتحدث الأشياء في الدكتور أولاً طبعاً هذه النقاط التي نغطيها في المقرر ما هي الفيزية؟ في أول يوم يعني أول درس النظام العالمي للوحدات وبعدين الوحدات الأساسية في الميكانيك ما هي الفيزية؟ الفيزيكس فرق من فروق العلم والفيزيكس comes from the Greek word فيزيس يعني كلمة الفيزية جاية من كلمة الإغريقية فيزيس وتعني نيتشر الطبيعة التعريف القموش للفيزية هو دراسة المادة الطاقة وبعدين التفاعل التفاعل بين المادة والطاقة إذن الفيزيكس is a natural science علم من علوم الطبيعية based on experiments مبني على التجارب measurements والقياسات and mathematical analysis والتحليل الرياضي طبعاً هنا نحن هندخل لتعريفات كثيرة جداً الحركة الحرارة الدينميكة الحرارية electricity الكهرباء المغنتزم المنصية light الضوء and modern physics وعبارة عن برضو هنأخذ يعني بعض الأشياء عن الفيزيكس يبا we have information on motion الحركة heat and thermodynamics electricity magnetism light and modern physics measurement of physical parameters طبعاً عشان نفهم يعنيه measurement يعنيه هو القياس القياس هو اسلوب بيتم بواسطة التعبير عن صفة للظاهرة فيزيائية والتعبير ده بيبا برقم معين كنتيجة لمقارنة لمقارنة هذه الصفة بكمية معيارية مشابهة تم التعارف عليها كوحدة اعتبارية للقياس يباحنا اسلوب الاسلوب ده بنعبر به عن صفة صفة دي لظاهرة معينة انت شفت ظاهرة حواليك كده في الكون هذه الظاهرة فيزيائية انت بتحاول تعبر عنها تعبر عنها برقم وهذا بيجي من فين انك انت بتقارن هذه الصفة بكمية معيارية مشابهة يعني بحاجة تعتبر standard وهذه الكمية المعيارية المشابهة تم التعرف عليها تم اتفاق عليها كوحدة اعتبارية للقياس هذا القياس هذا القياس لكي نفهم قياس في الفيزيائي احنا بنجري تجارب in which we measure one or many physical parameters or physical points اللي بيها احنا بنقيس واحدة واحد او اكتر او عديد من 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 البرامترات الفيزيائية وديه Fall of physical� besonders أيضا وризلكيةcloud كميات الفيزيائية طبعا الكميات الفيزيائية لنłychظر استخدامها انه كميات الفيزيائية كما اي كمية انت فيزيائية كانت فى شخص انت £19 وحباه في這個是 مه . احدنا مثلا ه tatو راجع كميات الفيزيائية المسافة ينبغا الذكي كما معك كمية الفيزيائية وحشيك الحرارة الهيد هذه كلها عبارة عن كميات فيزيائية وقديما اللورد كليفن والعالم الفيزيائي المشهور قال ان المعرفة المجردة ليست كافية الا اذا عبرنا عنها بالارقام ومن هنا قالت الفايدة بتاعت القياس لازم نعبر عن المعرفة بالارقام واحنا بنعبر عن الكميات الفيزيائية بالارقام وبالتالي احنا بنحتاج للحساب بنحتاج للرياضيات عشان نبين العلاقات بين مختلف هذه المتغيرات العلاقة بين الجهد كمتغير والطيار الكهرابي كمتغير يبقى نستعمل الحساب والرياضيات في الكلام لك وهذا يفسرنا ليه الرياضيات هي لغة الفيزياء طبعا بدون الحساب يسب علينا أن نحلل الظاهرة من الظاهرة الفيزيائية سواء من وجهة نظر سواء من وجهة نظرية أو من وجهة تجريبية فالرياضيات أداة الفيزيائي الرياضيات في الواقع هي أداة للفيزيائي وعلينا جميعا أن نتعامل معها بكل مهارة وشمولية أنا عندي كميات فيزيائية عندي برامترات فيزيائية نحن نحاول نشتق أو نصل إلى علاقة بين بين هذه البرامترات الفيزيائية عند صورة معادلة رياضية هذه المعادلة رياضية نسميها Physical Law which we call the Physical Law القانون الفيزيائي هو قانون الفيزيائي يشرح ويوضح الظاهرة التي تحت القياس ثم مثال المثال المعروف لنا ودرسناه في المعمل هو مين الحركة التوافقية أو الاهتزاز الدوري حركة اهتزازية الدورية لمين للبندون البسيط ماذا يحدث في التجربة The experiment in this case consists of measuring the time التجربة هنا بتجيس مين تكون منين قياس الزمن Time Time كمية فيزيائية Physical quantity Needed by the bendelium of lens تمام ونجيس الطول بتاع البندول نجيسه بالل كمية فيزيائية When it is moved away from its equilibrium position to make one oscillation البندول عبارة عن كرة صغيرة كرة صغيرة معلقة بين الخيط والخيط له طول L والكرة تمام في البداية Atress يعني في حالة السكون في الوضع الابتدائي تببه موجودة في equilibrium position ووضع الاتزان بمجرد أن تعمل لها اهتزازة بسيطة بحيث الزاوية بين الخط الأصلي اللي في وضع الاتزان يعني لما تكون equilibrium position والوضع الجديد الزاوية مزيج عن خمس درجات هنا الكرة تروح زهاب وقياب حول وضع الاستقرار تمام ستعمل اهزة او اكتر من اهتزازة حول وضع الاستقرار زي كده احنا هنا في هذه التجربة We plot T احنا بنرسم T مع مين versus square root of L مع الجزر التربيع لمين ل L هو موجود عندي أنا في الشكل الموجود يعني من اسفل في الجهة اليسار left down هنا علاقة بين T هي period of oscillation زمن الزبزبة مع مين مع square root of L الجزر التربيعي ل L L to the power of half هنا We get a straight line بعد ما نسمع العلاقة البيانية بين T وبين الجزر التربيعي لل L square root of L احنا بنحصل على خط مستقيم زي ما موجوده زي الريد لاين ده تمام الريد لاين ده خط مستقيم هذا الخط احنا بنعبر عنه بهذه العلاقة بتحت البندول اللي هي T اللي هي زمن الزبزبة بيساوي 2π root square of L divided by G G هنا عبارة عن تسارع الجاذبية الأرضية بيسموه G is known as Earth graphitional constant تمام at sea level عند مستوى البحر طبعا لها قيمة سابتة هي 9.8 meter per second square هنا البندول البندول بيدي وضع البداية ده عبارة عن initial position وده بيسموه equilibrium position وضع الاستقرار أو وضع الاتزان نقطة اتزان البداية في البداية خالص أنا بيعمل بابتدي أعمله إزاحة بسيطة يبتدي الكرة تتحرك زهاب وقياب حول وضع الاستقرار الدورة الوحدة من هنا من أول البداية لغاية أقصى مثلا أقصى اليمين وترجع ثاني البداية يبدي دورة كاملة يبدي دورة كاملة وهنا سيتا اللي هي بين الخيط في البداية تمام وبعدين الكرة في الوضع الجديد وهذا عبارة عن الأنجل سيتا هنتكلم عن S International System of Units يسمونه S I Units النظام العالمي للوحدات وهذا نظام معترب به ومتعامل به واتفق عليه علماء الفيزياء وكان دفع مؤتمر المواصفات والمقاييس اتفقوا على استخدامه في النظام ده تم اتفاق العلماء على استخدام وحدات المتر والكيلوجرام والسانية كوحدات معيارية للوحدات الأساسية وهي مين الوحدات الأساسية المسافة يبقى المتر للمسافة الكتلة الكيلوجرام للكتلة الثانية الثانية للزمن وذلك يسمونه بالنظام MKS متر كيلو جرام ثانية متر كيلو جرام ثانية سكن هناك نظام ثاني يسمونه نظام البريطاني أو الإنجليزي وهذا نظام هذا بصراحة أقل شيوعا واستخداما حيث أنه نظام الوحدات المصغر المشتقب النظام العالمي وذلك يسمونه CGS C نسبة للسنتيمتر LG نسبة للجرام والS نسبة للسانية يبقى سنتي جرام ثانية لكن في النظام العالمي الوحدات الذي تكلمنا عليه يستخدم المتر والكيلو جرام والسانية يبقى لأي برامتر فيزيائي معامل فيزيائي نحتاج وحدة مناسبة وذلك معناها الوحدة المعيارية التي قلنا عليه باي وي برفورم المتر التي يمكن أن نجد القياس نحتاج لنظام فقط المتر برامتر نحن نحتاج فقط نعرف البرامترات الفيزيائية الأساسية في ميكانيكس هذه الوحدات الأساسية تمام هي المسافة وزمن وكتلة و كما متفق عليه As an agreement يعني We define the units in the international system of unit SI نحن عرفنا هذه الوحدات في النظام العالمي وللوحدات كالأتي The international system of units the units of the basic physical parameters and mechanics are في النظام العالمي ده اللي هو العلماء الفيزيائي اتفقوا عليه في مؤتمر المواصفات والمقاييس اتفقوا عليه اليونت الميتر هي وحدة قياس المتر والرمز وحدة قياس وحدة قياس ورمزها S وكيلوجرام وحدة قياس mass ورمزها kg هذا عبارة عن الوحدات الاساسية تمام في الميكانيكس الباسيك يونت السيستم انترنشل له التعريفات definition اللينز الميتر اللينز اللينز اللي هو الطول اللي هو وحدة قياس المتر بنعرف ازاي بنعرف المتر برانية مسافة مقضوعة بواسطة الضوء هذه المسافة المقضوعة بواسطة الضوء مقدرة الفترة الزمنية المسافة المسافة اللي بيقضاعها الضوء خلال هذه الفترة الضوء اسمها المتر اسمها تعريف المتر بالكيلو جرام ايه تعريف مين الماس عبارة عن ماس اسمها اسمها عبارة عن كتلة ماس كتلة اسمها 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 من الاريديم والبلاتين تمام كيفت ان باي انترناشن برو اف وايد ان ميجرز اد سيرفز فرانسا ده هذه اسمها عبارة عن اسمها من البلاتين والاريديم تمام قاصة دي محفوظة في مكتب المقاييس تمام الموجود في برو وفي فرنسا السكنز طبعا السكنز تعريفة لواحد القياس الزمن واحد القياس الطايم زي unit of time عبارة عن 9,192,631,700 oscillation of cesium atom زبزبات من زرة cesium دي عبارة عن definition of meter definition of kilogram definition of second significant figures عبارة عن عبارة عن the physical parameter can be determined with a variable degree of accuracy البرامتر الفيزيائي ممكن نحدده درجة متغيرة من الدقة تمام اللي يسموها precision precision depending on the measurement method ده اعتمادا على طريقة القياس انت بتقيس ازاي برضو اعتمادا عمين and or the measuring instrument واعتمادا على تمام جهاز القياس انت بتقيس به لو ممكن انت تقيس المسافة بكذا طريق ممكن تقيس بالمتر ممكن تقيس عندك بالقدمة ذات الورانية تمام وغيرها نأخذ example if we measure the length of an object with roller accuracy of one millimeter or smallest division احنا لو كنا نريد ان نريد ان تقيس طول طول ده بمسطرة وده يتقف المسطرة تقريبا واحد ملي متر او اقل we can write L as L one centi هي one point two three four تمام هنا طبعا المتر عشرة اسموجة بثلاثة ملي متر يعني الملي واحد ملي عشرة اسموجة بثلاثة ملي متر وبالتالي هنا ثلاثة ارقام the length L is given with four significant figures او one two three four اربعة ارقام it would be relevant to write L as L من الافضل نحنا نكتب ال L ايه؟ بتساوي one point two three four five يبقى ايه؟ بيجت دقة دقة بيجت اكبر because the ruler cannot measure a fraction of millimetre لان طبعا المسطرة لا تستطيع اجزاء من الملي متر on the other hand we use calibre as query of one point one millimetre ممكن نستخدم ايه قدمة جاتة ورنية هذه القدمة we can write L في هذه الحالة عبارة عن L تساوي equals one point two three four five هنا خمس ارقام في هذه الحالة بدقة دقة اقل تمام L is given with five significant figures شكرا لكم